تشهد سوق السيارات الكلاسيكية في مملكة البحرين توسعا غير مسبوق على المستوى المحلي والخارجي لما تستقطبه هذه السيارات من أعداد كبيرة من الهوى والمستثمرين وإلى جانب اقتناء السيارات الكلاسيكية كهواية واستثمار فإن الأمر له أثر إيجابي على الصعيدين السياحي والاقتصادي لمملكة البحرين أيضا التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف في قاعدة لا يختلف عليها إثنان عندما يقل العرض يرتفع الطلب ومن ثم يرتفع السعر هذا ما ينطبق على السيارات الكلاسيكية التي تعتبر وبلا شك عملة نادرة في الوقت الراهن أحدهم يشتري سيارات الكلاسيكية بسبب الهواية والآخرون من أجل إعادة البيع لاحقا لتحقيق عوائد مالية فما هي إلا وجهان لعملة واحدة هواية وتجارة طبعا بدناها بمجموعة شباب كنا أصدقاء وأهل تطور الموضوع مع الواقل يوم تجبنا الناس فيه أخبال عندهم قال يتوفون السيارات محل ما حلنا نتجامع لأننا كنا نتجمع بشكل أسبوعي فكانت النان سيتي بتطالع السيارات يعني تطالع سيارات قديمة وشذي والسبب تجامعاتنا كانت هي مو تجامعة عودة كانت بداية بستة سيارات ويعني عدد يعني بسيط كنا مكافرات العدد اللي كنا فيه ممكن عشرة أشخاص نقد من أهل وأصدقاء وإحنا كأهل يعني هذي هواياتنا وهذي شغلنا على ما نقول مثل ما الناس عارفون وتعارفين السيارات القديمة حاليا أسعارها يعني ارتفعت عن السابق يعني إذا نقول في التسعينوات السيارة على ثمانية سمائة دينار رحنا وصلت السيارة على عشرة ألاف واثناثر أب دينار طبعا الرياضة مكلفة جدا رياضة السيارات وإحنا اللي نتمنى في المستقبل أن يكون هناك نادي إن شاء الله يعني بدنا الله أن يكون هناك نادي يجمع هذه السيارات مثلا الأمريكية أو الكلاسيكية في مكان واحد تحت مضالة واحدة هذه الهواية لم تكن بعيدة عن أنظار شباب البحرينيين الذين أسسوا فريقا متكاملا من الهواة ونجحوا عبر شغفهم المتنامي بالسيارات الكلاسيكية في الجمع بين رائحة التاريخ المتعتقة والأناقة الكلاسيكية البراقة ورغم التحديات الجمة التي تقف عائقا أمام ثقافة السيارات الكلاسيكية إلا أنهم ارتقوا تنظيم معارض متخصصة للسيارات الكلاسيكية ليس بهدف تجميع أكبر عدد منها واستعراضها فحسب بل بالتعريف عن البعد التاريخي لهذه السيارات وأهميتها طبعا سيارتي هنا مبتدي فيها من الصفر يعني صار لها 16 سنة معاي ابتدت فيها مع ولدي يعني أول مولود لي كانت هي سيارة في هوايتي ما كان فيها أي شيء ابتدت وسيارة بحرينية أنا صنعتها أيون شباب من الخليج يتابعون ومثلا يستفسرون مننا عن قطع قيار وكيفية تصليح وتصليح القطع ونوصلهم مثلا وإذا أحم الشباب يشتري سيارة من عندنا ممكن نوصلها ونطلعها يعني نجهزها السيارة اللي هو في خاطر يعني يرى الشباب البحرينيون في السيارات الكلاسيكية ملاذا آمنا للاستثمارات وتحقيق إيرادات جيدة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الأخرى تقلبات حادة لذلك يكرسون جل اهتمامهم في تجميع السيارات وتجديدها حتى أصبحت سوق السيارات الكلاسيكية في البحرين تشهد توسعا غير مسبوقا على المستوى المحلي والخارجي ما جعل البحرين تستقطب الكثير من السواحي بحثا عن السيارات الكلاسيكية في السيارات الكلاسيكية يجد هؤلاء الشباب هوايتهم ويعتبرون هذه الهواية مصدر سياحي مهم لمملكة البحرين كما وتعتبر هذه الهواية مصدر الدخل الاقتصادي للكثير منهم إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين